أتكلم معاكم في موضوع اللي هو الأسلوب يعني شنو الأسلوب؟ ليش أنا فكرت أتكلم معاكم بهالموضوع؟ أنا طبعاً قاعد أستقري الاستشارات التي تيني أغلبها من الأمهات والأبا ليش تكون من عيالهم؟ يعني البعض يقول الولد كلامه كلام سيء الثاني يقول الولد عنيد الأم مثلاً الثالثة يقول الولد دائماً يضرب ويستهزئ يعني أنا أقصد أنه السلوكيات هذه اللي عند الأطفال من وين تي هي في الأساس؟ هي عبارة عن انعكاس لأخلاقنا إحنا وسلوكنا لذلك واحدة من النقاط المهمة اللي كثير من الناس ما يفكر فيها أنه أفضل ورشة تدريبية الواحد يدخلها وأفضل برنامج تدريبي الواحد يدخل فيه أنه الله عز وجل يرزق طفل أنا ذاك اليوم أقول لهم القصة أقول لهم واحد قال لي شنو أفضل كورس تدريبي أو تعليمي أنت دخلت فيه؟ أنه يكون عندك طفل ليش؟ لأن الطفل يعلمك تعرفون الطفل الصغير مثلاً اللي عمره من ثلاث سنوات لخمس سنوات تلقونا باليوم الواحد يمكن يسئلك أكثر من مية ولا مية وخمسين سؤال في اليوم الواحد فيضطر الأب أو الأم أنهم دائماً يبحثون عن الإجابة فتشوف الأباء والأمهات قاعد يتعلمون فإذن الطفل يعتبر أكبر وأفضل وسيلة لتدريب وتعليم الأباء والأمهات أنا مو معقول أنت بيسئلك اليوم مية مئتين سؤال كلها ما عارف ما عارف ما عارف فإذن أفضل ورشة تدريبية أن الله عز وجل يرزقك طفل أولاً الطفل يكون سبب فيه تعليمنا ثانياً التعليم ليس فقط معلومات يعني إحنا نتعلم من الأطفال أولاً المعلومات لأنه يسئلوننا أسئلة إحنا ما نعرف جوابها فنروح نبحث فنتعلم الشي الثاني أن نتعلم من الطفل الأخلاق كيف يمكن بعضكم يستغرب يقول كيف أنا أتعلم من طفلي ومن ابني كيف أتعلم من الأخلاق مفروض أنا علم الأخلاق هو صح أنت تعلم الأخلاق بس أنت أهوى بسبب سلوكياته قاعد يربيك وقاعد يروضك تعرفون الخيل لما يتروض الفرس الخيل وشوان يركب عليه الإنسان لازم يتروض أول شي طيب شوان يتروض شو يعني يتروض يتروض يعني يدرب حتى يكون أليف الإنسان الواحد فينا الأب ولا الأم أحياناً الله عز وجل يختبر صبرة بواحد من عياله تشوفون واحد من العيال شيطان متمرد عصبي هذا يخليني أنا أتعلم كيف أصبر أتعلم كيف يكون عندي حلم أتعلم كيف يكون عندي سعة صدر إذا معناته أنا طفلي قاعد يربيني أنا أعرف بعض الآباء رجال يدخنون سيغاير أول ما الله عز وجل رزقهم طفل توقفوا عن التدخين حتى سألتها قلت ليش قال لأنا ما بيولدي يصير مدخن مثلي أنا أعرف بعض الرجال يشربون خمر اتركوا وشربوا الخمر لما الله رزقهم طفل حتى سألت واحد منهم قلت ليش قال لأني أنا أكون يعني أضر نفسي ما عندي مانع هو يقول شدي هذا جوابه لكن أكون سبب في ضرر عيالي لا ما أقبل أعرف بعض الأمهات ما كانوا حريصين على الصلاة صاروا حريصين على الصلاة بسبب عيالهم فإذن الطفل يربي والطفل يعلم ولذلك إحنا لازم نتعامل معهم بأسلوب لطيف أنا أشوف بعض البيوت عندهم شتم سب ويتربى الولد على السب وعلى الشتم طبعا يمكن بعض الأباء والأمهات يقولون يقولون خلي يسمع السب خلي يسمع الشتم بعد أن يطلع في المجتمع رح يسمع السب والشتم هو صحيح خلي يسمع السب والشتم من المجتمع بس لا يسمع مني خلوني أفرق بين الموضوعين أني أنا أربي إعيالي على الشتم أربيهم على اللعن أقول أنت ملعون ولا لعنة الله عليك أربيهم على الطعن أطعن فيه أطعن في أخلاقه أطعن في شرفه أطعن في سلوكياته لا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن في الطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي شوفوا هذه كلها أسلوب لشأن أقول لكم اليوم لقائي معاكم الأسلوب التربوي المدمر ما هو الأسلوب التربوي المدمر؟ هم هذول الأربع متفجرات الطعان اللعان الفاحش والبذي هذه أربع متفجرات تدمر التربية تماماً ولذلك إذن الأصل أن يكون أسلوبنا أسلوب حسن يعني شوفوا إحنا نتعلم ترى الأسلوب شوفوا شوفوا أخلاق علمائنا يعني الإمام الإمام الشافعي رحمة الله عليه يوم من الأيام كان جالس مع طلبة العلم عنده فواحد من اللي جالسين قاعد يتكلم عن شخص آخر فش يقول بحضرة الإمام الشافعي فيقول هذا طالب العلم فلان كذاب خليكم وركزوا معاين فلان كذاب أخو هذه إحنا عادي يعني إن نقولها بمجالسنا تسمعونها أنتو تقولونها في بيوتكم يسمعونها عيالكم فلان كذاب صح فلان كذاب مش قال للإمام الشافعي لما سمع هذا المصطلح شنو قال له قال له يا ابني يا فلان أكسي ألفاظك شنو يعني أكسي أكسي من الكسوة شنو الكسوة الكسوة اللي هو اللباس شنو يعني أكسي ألفاظك يعني لبس ألفاظك يعني إحنا نقول حسن أسلوبك لا تقول فلان شذاب فقال لهذا قال حق الإمام الشافعي طيب شاقول يعني إذا هو شذاب أنا شاقول ما أقول عنده شذاب شلون تبيني أنا أكسي ألفاظي فقال الإمام الشافعي رحمة الله عليه قل هو لا شيء يعني مثل لما إحنا نقول فلان ما هو صادق لما أقول فلان ما هو صادق ترى أخف من شذاب شفتوا العبارتين عبارة شذاب ثقيلة مو صادق ثقيلة بس أخف أو لو أقول لعبارة ثالثة يعني لما تتكلم تكلم قريب من الحقيقة هذه أخف وأخف العبارة اللي قالها الإمام الشافعي فلان لا شيء في حديثه هذه أخف وأخف وأخف فإذن المهارة والشطارة في الأسلوب كيف أنا أتكلم كيف أستخدم الكلمات وكيف أنا تكون كلماتي تربية حق عيالي لأنه أنا عيالي قاعد يسمعون كلامي ولذلك أنا لازم أضبط كلماتي لأنه كلماتي هي تربيتي كلماتي هي قيمي كلماتي هي مبادئي يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الزمان يخرج عليكم الدجال فلا تسمعون كلامه شوفوا لأنه مكتوب على جبينه كا فا را فإذا قال لكم هذه جنة فجنته نار وإن قال لكم هذه نار فناروه جنة شوف قال يلعب بالكلام ولذلك الناس ممكن تلعب بالكلام ليش ما قال الجاحظ إن من البيان لسحرا البيان الكلام سحر يسحر الناس ولذلك إحنا خلنا نستخدم هذا السحر سحر الكلام نستخدمه بتربية عيالنا ليس المؤمن بالطعان ما نطعن ولا اللعان ولا نلعن لا نستم لا نسب لا نطعن لا فاحش لا بذي نخلي بيتنا بيت نظيف نظيف الألفاظ ونظيف بالكلام ولذلك التربية إذن كلام يعني الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه دخل عليه واحد من طلبة العلم قال له أنا توني جاي من أبي كريب يعني أبي كريب هذا رجل كريب هذا إنه رجل صالح شرد عليه هذا الطالب العلم شرد عليه أحمد الحنبل شو قال له قال له لقد جئت من أبي كريب ولكنه يتكلم عنك يعني يطعن فيك يعني يقلل من شأنك أحنا أبيكم بس أنا تركزون معاي لما دخل الرجل قال له أحمد من حنبل من وين ياه قال له من أبي كريب أحمد من حنبل لما سمع اسم أبي كريب راح قال له إنه رجل صالح قام هذا شنه يقول له أنت ما تدري شي يقول عنك هذا تكلم عنك وطعن فيك شوفوا رد أحمد من حنبل هذا لو واحد فيه ناحين كان في المجلس ودخل عليكم أحي وقال ترى فلان يتكلم عنك شو تردون عليه فلان فعلته تركته نمسح فيه الأرض لكن مرة ثانية لما يكون الإنسان عنده اسلوب هذا الاسلوب بحد ذاته تربية والاسلوب بحد ذاته بحد ذاته يوصل المفهوم بطريقة ذكية من غير ما أجرح من غير ما أذي من غير ما أتهم من غير ما أشك من غير ما أسب من غير ما أشتم من غير ما أطعن من غير ما ألعن هذه كلها متفجرات تخاف تكلم ولدك عن التربية الجنسية؟ أو أنت ما تعرفين شو أنت عاملين عيادك وتوصل لهم المعلومة في التربية الجنسية الصحيحة؟ بالمناسبة أكثر التحرشات الجنسية والمشاكل تصير مع ضحايا لم يتلقوا التربية الجنسية الصحيحة نحن عندنا في خدمة معين التربوية منهج متكامل في كيف نعلم عيالنا التربية الجنسية من عمر سنتين إلى خمسة عشر سنة ولذلك مهم جدا أن نحن نفاتح عيالنا نسولف معهم نوعيهم نتكلم معهم وهذا الكلام من أجل حمايتهم أما أني أنا أمنع عنهم المعلومة فيأخذونها من غيري أو يتعلمون من غيري بالتالي أنا خسرت ولدي فخدمة معين التربوية تساعدكم في تربية عيالكم تربية جنسية